أكدت منظمة مسوى للحقوق والحريات أنها وثقت اختطاف ميليشيا الحوثي لرهبية المدعومة من النظام الإيراني 33 مدنيا خلال الأيام الماضية في المناطق الخاضعة لسيطرتها على خلفية دعوتهم للاحتفال بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وأدانت المنظمة في بيان صادر لها عن حملات اختطاف الواسع التي شنتها ميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية في العاصمة صنعاء ومحافظات دمار وإب وعمران وكافة المناطق المختطفة تحت سيطرتها مسهدفة السياسيين والصحفيين والناشطين الحقوقيين وكل من يدعو للاحتفال بالذكرى الثانية والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر 62 تسعمائة وألف للميلاد وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين محملة ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامتهم معتبرة أن هذه الأعمال تؤكد على الطبيعة الاستبدادية لهذه الجماعة التي لا تسعى والتي تسعى بكل الوسائل والممارسات القمعية لتثني الشعب اليمني عن الاحتفال بثورته وقمع أي مظاهرات احتفالية بها ودعت منظمة مسوا في بيانها الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوثة الأممية الخاص إلى اليمن والمفوض السامي لحقوق الإنسان وكافة المنظمات والهيئات الحقوقية إلى ممارسة ضغط حقيقي ومؤثر على ميليشيا الحوثي لوقف هذه الانتهاكات الصارخة وضمان احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير في اليمن ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة